تعافي للعملة المحلية وتحسن نسبي في أسعار صرفها بعد تراجع سعر صرف العملات الأجنبية واستعادة الريال اليمني أكثر من 200 ريال من قيمته قياساً بسعر صرف الأشهر الماضية مصادر مصرفية قالت إن قيمة الدولار الأمريكي الواحد وصل إلى قرابة 540 ريال يمنياً بعد أن كانت أكثر من 708 ريال خلال سبتمبر الماضي البنك المركزي اليمني وفي جديد قراراته أعلن تعديل أسعار صرف الريال مقابل العملات الأخرى لتغطية الاعتمادات البنكية للسلاع الأساسية والموارد الذاتية للبنك وبحسب التعميم الصادر عن البنك المركزي لجميع البنوك في اليمن فإن سعر الصرف الجديد سيصل إلى 500 ريال يمني للدولار الواحد ابتداء من تاريخ 21 من نوفمبر الجاري خبراء اقتصاديون أعتبروا هذا التحسن مؤشراً إيجابياً بعد تعزيز حالة الثقة في السياسات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية لكن متابعين لم يجدوا في تحسن سعر الصرف حلاً للمشكلة ما لم يكن هناك تراجع في أسعار المواد الأساسية التي تهم المواطنة في المقام الأول واعتبروا أن عدم انخفاض أسعار السلاع سيمثل اتفافاً آخر على المواطن لإخراج مدخرات الناس من العملات الأجنبية وعودة ذات المشكلة فيما يرى اقتصاديون أنه ربما تحدث أزمة سيولة للريال اليمني خلال المرحلة المقبلة لكنها بنظرهم لن تكون كبيرة في حال تمكن البنك المركزي من تفعيل الدورة المالية وفعل أدواته في السيطرة على السوق المصرفية رضاً مجتمعي بتحسن العملة لكن في المقابل يظل التخوف قائماً من انهيارها مجدداً وعدم استقرار أسعار السلاع الأساسية